السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذه الحلقة ان شاء الله تعالى سأقوم بشرح اداة مهمة على بركة الله سنقوم باختيار معين فمثلا نختار rectangle tool على سبيل الميتار ثم نقوم رسمه على الارتبار بعد ذلك نذهب الى القائمة الموجودة على اليمين برنامج ثم نذهب الى خيار gradient tool وهذه هي واجهة gradient tool نقوم باختيار gradient معين ثم نختار orange and yellow كما تشاهدون معي اصبح الشكل الان بالgradient الذي يحتوي اعلى لونين الاصفر والبرتقال اذا اردنا تغيير هذا اللون الى لون اخر مثلا فقط نقوم بالتهاب والضغط على هذا الزر وضغط عليه مرتين ثم اختيار لون معين لا ادري لما لا يعمل معي على العمول لا مشكلة اذا اردنا اضافة اللون الى تلك الزر فقط نذهب الى قائمة الالوان switches ثم نقوم باختيار زر معين ثم بعد ذلك نقوم باختيار لون معين ثم جره نحو الاسفل الى gradient tool كما تشاهدين معي فقد اضفنا اللون الاختر كذلك يمكن اضافة لون اخر مثلا نضيف اللون الازرق ثم كذلك نضيف اللون الاحمر كما تشاهدون معين ثم نقوم بتحكم في تدرج الالوان كما تشاهدون من الاخضار ثم الازرق هنا ثم نقوم بتحديد حدود كله كله لون اعلى احدى كما تشاهدون معي وايضا يمكننا التحكم في شكل هذا الالوان وهي عن طريق هذا الخيار type يوجد خيارين الانر ثم الراديال الانر ويعطينا الشكل يكون عموديا والراديال يكون على شكل دائر كما تشاهدون معي الان هنا يمكننا هذا الخيار من التحكم في زاوية اذا قمنا مثلا نختيار زاوية خمسة اربعون ثم نقوم باختيار كما تشاهدون معي الان ثم نقوم بالضغط على خمسة اربعون درجة كما تشاهدون تغير زاوية الالوان ثم نقوم بعد ذلك باختيار اي زاوية نولدها نولدها وايضا يمكننا التحكم في هذه الانوان عن طريق الالوان الموجودة على يسار البرنامج نقوم بالضغط عليها وهذه الادات الخاصة بالالوان الموجودة في الشكل نقوم مثلا بتمديدها او تقصيرها كما تشاهدون معي الان او تغيير زاوية تدرج الالوان على الشكل كما تلاحظون معي الان تنقوم بيعادتها على زاوية 90 درجة كما تشاهدون معين ثم نقوم بتصير الالوان وايضا يمكننا اضافة الون نريده قد بالضغط هنا وتحكم في الالوان كما تشاهدون يمكننا اضافة الون نريده هنا لا ادل المادة لا تعمل معي الخيار الموجود في هذه الازرار الذي يظهر الالوان والتي يمكننا اختيارها على العموم هذه هي ادات وايضا يمكننا الاحتفاظ بهذه الالوان في عن طريق التعط على هذا السهم موجود اسفل ثم بعد ذلك نقوم بالتعط على هذا السهم نقوم بالتعط عليه كما تشاهدون معي فقد اضافنا الوان مختلطة او جديد الى قائمة الالوان الموجودة في سويتش الى هنا ينتهي شرحنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة